الولايات المتحدة متفائلة لأول مرة باقتراب الوصول إلى اتفاق يحيي الاتفاق النووي مع إيران حيث أعلنت واشنطن إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا ورأت أن إمكانية إبرام اتفاق ممكن في غضون أيام إذا أظهر الطهران جدية وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن أي تأخير يتجاوز بضعة أيام من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق إلى خطر جسيم لم تعلق إيران على التفاؤل الأمريكي لكنها نفت التسريبات بشأن ملامح اتفاق إحياء الاتفاق النووي وأشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادا إلى أن الاتفاق النهائي لعودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون مختلفا عما وصفه بالتقرير المحرف ووصف المسؤول الإيراني نشر معلومات غير صحيحة عن مفاوضات فيينا بأنه أمر خطير حيث كانت إكالة رويترز قد نشرت تقريرا عن مسودة الاتفاق تضمن مجموعة خطوات تبدأ بتعليق إيران لتخصيب اليورانيوم فوق 5% ثم رفع التجميد عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في تهران هذه التسريبات أثارت أيضا حفيظات روسيا وقال المنتوب الروسي الدائم في فيينا ميخايل أوليانوف إن من وصفهم بالمعارضين للاتفاق النموي الإيراني يحاولون خلق مجال غير صحي بشأن المرحلة النهائية من المحادثات ترجمة نانسي قنقر